اشتركوا في القناة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية خاصة إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية وقد وجه السيد الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل أخذا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية موجها سيادته كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات كما عرض الدكتور خارد عبدالغفار في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية موضحا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظة البنك المركزية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماعات ناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقضي وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقضي والمصرفي وذلك بالتنصيق مع أجهزة الدولة المعنية خاصة فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وقد قام السيد محافظة البنك المركزي باستعراض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية كما عرض السيد طارق عامر جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية فضلا عن حوكمة الآداء المصرفي ورفا مستويات الاستثمار بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإلكترونية اشتركوا في القناة